اشتركوا في القناة كابتن ناصر خلينا نتكلم انا عارف كنا مخضرين بعض الحالات ولكن يعني دي الوقت حضرتك نتكلم على حكام او حكم مباراة الغد امام نادي الاهل ونادي الزمالك فنيا ازاي بتشوفه كمان على مستوى الشخصية وده مهم جدا انا متابع حضرتك ودايما بتتكلم على شخصية الحكم شايف طاقم التحكيم بكرة ازاي من وجهة نظرك الفنية وعلى مستوى كمان الشخصية كابتن هاني عاوز اقول حاجة مهم جدا حكم سلوفينيا حكم يعني راح كاس عالم وليه خبرات كبيرة جدا 44 سنة حكم من الحكام اللي لهم خبرات كبيرة جدا يمكن هو مش كل حكم يروح كاس العالم كابتن هاني بيبقى يعني هو الأفضل ولكن هو راح لعب مباراة الارجنتين والسعودية لعب مباراة انجلترا ويلز المردود ما كانش هو ده المردود اللي احنا بنأمله في حكم في كاس العالم ولكن عاوز اقول ان التحكم ولوش كبير ورسالة ليه الحكم سلوفينيا ان مباراة بكرة مباراة كبيرة جدا جدا اداءك يعني المفروض نشوف اداء افضل في مباراة النادي الاهلي مباراة كبيرة على سلم الترتيب مهمة جدا جدا عنده شوية حاجات كده كبتن هاني سريع جدا في الانزارات يعني الانزارات دي لها حسابات خاصة في المباراة الكبيرة بتمنى ان هو بكرة يكون حكيم الانزار يطلع في معاده تبقى من القانون وتبقى لمفهوم قانون كرة وده ينعكس حضرتك بتتكلم عن نقطة مهمة جدا ينعكس على الاتتتود بتاع لعب النادي الاهلي لازم يعرفوا ان الحكم سريع الانزارات وبالتالي عملية الديبيت او الكلام مع الحكم بشكل مستمر قد يستفز الحكم ويطلع له كارتة أصفر وبالتالي ده كمان بينعكس على كمان تعامل اللاعبين داخل الملعب مع هذا الحكم كلمة مهمة جدا وستغل النادي الاهلي للعبين هناك فرق بانك انت تلعب بروح برجولة بحماس وليس بتهور واستخدام قوة زايد مهمة جدا ممكن نلعب بروح وقتال وحماس انما ابعد تماما عن التهور واستخدام قوة زايد لان الرجل ده كنته كتيرة وانا مش عاوز في بداية اللاعب ان انا لعب ياخد بطاقة ثم بطاقة تبقى مشكلة وبعدين ما تقلقش انت كلعب الكلام يقصرش فيك اللي احنا بنقول البطاقة بتتخذ على التهور والقوة الزايدة اللعب كلاعب طبقا للكورة القدم بمفهومها الحماس موجود والروح موجودة ولكن نبعد عن التهور واستخدام القوة زايدة ده الكلام اللي بتكلم على الحكم نزي ما قلت النهاردة في مباراة الارجنطين والسعودية لأ كان اداء الحكم ما كانش على المسئولية اشهر بطاقة كيرة جدا جدا ليه ده توطر علشان كان انطلاقة كاس العالم ده يقولنا ان يمكن شخصيته مهتزة معندوه ثقة في نفسه يعني ترجمة ده ايه عدم عدم موجوده او الصورة ما كانتش جيدة في مباراة الارجنطين والسعودية في كاس العام شوفك تليني اعاوز لك الحاجة الشخصيت الحكم مش لاسه باشهر الكروت بقول الكلام ده لكل حكام ان مش انا هزبط شخصتي بان انا اشهر الكروت كتير عشان اقول انا موجود لأ شخص الحكم دي نتيجة القرارات الصحيحة ونتيجة قراءته للعب ونتيجة ان هو يتحمل مسؤولته مربل كامل خلنا نتكلم في حاجة مهمة التانية ان الحكم طول ما عندوش سقة وطول ما هو خايف عن مواتش بص تلاقي الانزالات كترت ولكن انا بقول الحكم مش بالكروت ولكن الحكم بقتاك في الملعب ادي قناعات لنا احنا كمشاهدين ادي قناعات للعبين داخل مدان اللعبين ان هما يكونوا عندهم يعني قناعات بي كحكم عشان ببقاش فيه اعتراض على التحكيم نتمنى لي بكرة ان هو يعني يقدم لنا مرضود كبير عن الأداء اللي هو قدمه فيه مباراة الانجترة بمباراة الارجنتين والسعودية الحاجة اللي انا عاوز اقولها تاني ان احنا يعني بخصوص الحكم وبخصوص العيبة عاوزين نقول رسالة لعلى مساء المحل بقى التحكيم في مصر كلنا يعني من خلال قناة نادل اهلي احنا دايما سندين ودعمين التحكيم بامانة ممكن القناة هنا بتقف مع التحكيم المصري حتى لما بنيجي ننقض الحكام بننقض بشكل تبقى من القانون ومفهوم القانون بنحاول نطور أسائيب الحكام انا بقول رسالة لاجلاتنبرج من فضلك كابتن هان انت كنت لعب على مستوى عالي ثم تقلط بعد كده يعني خدت منصب مدير فني السؤال حال حضرت ممكن انك انت تدي تطوير اللاعبين من خلال انك انت تقعد في مكان عم طريق الانلاين ولا بتنزل للملعب عشان تشوف اللعيبة وتشوف أداء اللعيبة وتقدر تحكم على اللاعبين انا بقول رسالة لاجلاتنبرج التطوير التحكيمي شغل وجه تجير جدا جدا محتاجين نشوفك في الملعب عشان تقدر تقيم حكامك بشكل جيد خاصة انك انت ما كنتش عايش لأجوع بتاعتنا ويعني بقى لك أربع خمس تشهور لما كنتش هتنزل للميدان اللاعب وتشوف الحكام على مستواهم الفني والبدني تقدر تطور من أداءهم هتبقى عندك مشكلة الحاجة تانية رسالة مش كل يعني اللي تقالك يا كلاتنبرج خلي بالك ان المعلومة اللي ما تيجي لابد انك انت تتأكد منها لان اي معلومة مش هتيجي بشكل صحيح هتأثر على التحكيم والحكام ودي مهمة جدا جدا موضوع التعينات كابتان انا بكلم بسرعة ولكن التفاصيل عندي كتير جدا جدا موضوع التعينات عندنا توفيق السيد موجود وده اللي تم اعلان انه هو مسؤول توزيع الدور المتاس توفيق السيد موجود عندنا محمد فاروق النهارده هنلاقي بريس اللجنة توفيق ومحمد فاروق رسالة لتوفيق انت كنت حكم وتقلطت منصب رئيس لجنة حكام القاهرة خلي بالك يا توفيق محدش تدخل في شغلك وانا متأكد من كده محمد فاروق عندك مهام كتيرة جدا 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 انت نقب رئيس اللجنة مطلوب منك انك انت النهارده تبقى مهتم بملف الحكام تطوير الحكام خاصة في القسم التاني كمان ملف المقيمين اللي هم بيقيموا الحكام اللي هم اصلا هم دورهم ازاي بيطلعوا الحكام السعادين للجنة الحقيقة كابتن ناصر يعني حضرتك كلمت نقاط مهمة جدا ونقاط سريعة جدا لكن يمكن زي ما انا تكلمت النهارده هو من اهداف هذا البرنامج ان احنا بنحط ايدينا على السلبيات وبنحاول ندي الحلول حضرتك كلمت انا كنت متواجد في اوروبا ممكن جدا يكون عندي بعض المقترحات حضرتك طبعا خبرة كبيرة جدا جدا ودايما زي ما انت بتقول النادي الاهلي وورا الحكام المصريين بشكل ايجابي جدا ولو كان فيه حتى بعد الملحظات على الحكام المصريين بكل ادب بكل احترام يتبعد الى المسؤول في اتحاد القرى على الاستفسار عن هذه الاخطاء الحقيقة ملف ملف التحكيم ملف مهم جدا جدا هنتبقى مع حضرتك هنا في المحترف في الدور المصري ان شاء الله وحيكون نحط ايدينا على السلبيات وان شاء الله بإذن الله كمان زي ما بنقول ان الكرة المصرية لازم تتطور للأمام الكرة مش هتتطور غير بعنصر مهم جدا جدا هو عنصر التحكيم كابتن هاني طبعا بأكد على كلامك ان تاني بنقول ان القناة الليلة النهاردة بتدي درس ان احنا النهاردة مع التحكيم قلبا وقلبا بنساند التحكيم بس المفترض انك انت تساعد نفسك عشان احنا لما بندي مساعدة كابتن هاني بندي مساعدة للحكم وللتحكيم عشان نشوف العدلة التحكيمية المتوفرة عندنا في المعبنة وعاوزين نشوف حكم عندنا كابتن هاني يتواجد في كسر عالم اللي جاي دي مش بتتحضر مش بتتحضر بالسهل دي محتاجة شغل كتير جدا 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 زي ما احنا يعني زي ما الجماهير بتقول وبنحلم من احنا نروح كسر عالم ونعمل حاجة زي المنتخب المغربي مع عمل نفسنا كمان يكون فيه حكم واثنين وثلاثة ان شاء الله متواجدين على السحل العالمية في الفترة الجاية كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا كابتن هاني ونتمنى ان شاء الله في حلقة جاية هنرد الحالات التحكمية وان شاء الله بيزن الله هيبقى فيه احسن طاكم تحكيم على مستوى الجولة وهنرد بعد الحالات التحكمية اللي هي الجدالية خاصة بالسبوع ده مهم جدا ان شاء الله ده مهم جدا ولسه دي البداية وعندنا حاجات كثيرة جدا وملفات اكيد حضرتك هتكون متواجد فيها معنا شكرا شكرا كابتن شكرا شكرا